اول مرحلة طبعا في الديهنات ان طنبيه في الحواقل بالمكنسة بعد كده بتعمل معجون مكان الحدث اللي مشرخة والفراغات اللي زي كده والمحارة عشان الديهن يمسك في الحيطة وبعد كده الصنفر اول وش وبعد كده نوش وتلت وش وطبعا ننساش ان احنا اي نعمل يبه فيه وقت عشان ننسي كل بطحة لعنكمش طبعا عمها طبعا عمها من احسن الناس الصناعية في قسيط منتخصص هو في الدهنات والبلاستيك والزيت وكل حاجة وكمان بيعمل ديكورات بعد كده مرحلة المعجون وطور لو كان في معجين كتيرة زي محارة كتيرة كده لو افضل تجيب شوكرة معجون احسن من ايه من الجالوني المعجون اوفر شوكرة المعجوني لها اشتركوا في القناة 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 اول وشي تاني وشي تالت لما ايه تاخد حقها طبعا المحارة دي كانت تنساسا والترمين ده كان مكان شروف بس مشروف شروف سهلة يعني بسيطة مش الشرخ الخمسة واربعين هو اللي سرحنا فادي قبل كده الشرخ الخمسة واربعين ده بيبناش عن التغيير في الاحمال او حد من الجيران بنى فعمل ايه التريح في ناحية البنى ده الشرخ الخمسة واربعين لكن الشرخ الرأسي او الافق ده ده تريح بسيط جدا مهمناش ولا يخوفناش فيها حاجة وحتى الشرخ الخمسة واربعين بانجريك هو فلاس بحاجة دي حل كل حاجة ليه علاج وحل وفيه فيديو انا شرح فيه الحل بتاعه ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة